اشتركوا في القناة وما حمله من مضامين تمثل محددات المرحلة المقبلة من مسارات العمل الوطني لفتن المجلس إلا أن التوجهات الملكية السامية تحدد دائما آفاق العمل والتوجهات الحكومية المستقبلية لتنمية الوطن وخير المواطن مشيرا إلى أنه إنفاذا لتوجهات الملكية السامية وما أكد عليه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله فإن الحكومة ستباشر فورا استكمال الخطط المنبثقة من رؤية البحرين الاقتصادية 2030 وتسريع العمل على نسختها القادمة للعام 2050 كما سيتم البدء بتنفيذ دراسة متكاملة لقياس جهزية تأصيل الهوية البحرينية لضمان اقتباس كافة عناصرها واشتراطات حماية أمننا الوطني في سياغته المتكاملة خاصة ما يتعلق بأمن ثرواتنا الطبيعية وسبل استثمارها لتأمين المستقبل المستدام بخيراته كما ستواصل جهودها لرفع مستويات الأمن الغذائي والثروات الطبيعية والبدء بتكثيف برامج التقنية الحديثة كالذكاء الاصطناعي في القطاعات الحيوية للارتقاء بعلومه ومعارفه ولتنمية عوائده في هذا صدد أكد المجلس الحرس على موصلة تعزيز التعاون الوثيق بين السلطتين التنفيذية والتشرعية مشيدا بجهود معالي رئيسي مجلسي الشورى والنواب وأعضاء المجلسين في الدفع قدما بهذا التعاون نحو آفاق أرحب بعدها أكد المجلس على دور المجالس البلدية في المسيرة التنموية شاكرا لها إسهاماتها في الدفع بمسيرة البناء والتنمية وذلك بمناسبة مرور مئة عام على إجراء أول انتخابات بلدية بمملكة البحرين ثم أشهد المجلس بالدور الذي يطلع به أبناء البحرين العاملين في مجالة الهندسة وإسهاماتهم الفاعلة في مسيرة البناء والتنمية هلأ المجلس جميع المهندسين البحرينيين بمناسبة يوم المهندس البحريني بعدها رحب المجلس بنجاح فعاليات النسخة التاسعة والعشرين من مؤتمر ومعرض النقل الجوي العالمي روتسورد 2024 الذي استطافته مملكة البحرين لأول مرة والذي يعتبر من أكبر فعاليات صناعات الطيران المتخصصة حيث أشهد المجلس بالجهود التنظيمية الناجحة التي بذلتها وزارة المواصلات والاتصالات وكافة الجهات المعنية بعد ذلك وافق المجلس على المذكرة التالية مذكرة اللجنة التنسيقية بشأن آخر المستجدات المتصلة بممارسة نشاط الموزع المعتمد مذكرة اللجنة الوزرية لشؤون القانونية والتشراعية بشأن مشروع قرار حول اللائحة الداخلية لمجلس المرور مذكرة اللجنة الوزرية لشؤون القانونية والتشراعية حول مشروع اتفاقية وعدد من مشاريع مذكرة التفاهم وبرنامج تنفيذي بين مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقة مذكرة اللجنة الوزرية لشؤون القانونية والتشراعية حول مذكرة التفاهم بشأن التعاون في مجالة الثقافة والأثار والحرف اليدوية مع جمهورية قبرص مذكرة اللجنة الوزرية لشؤون القانونية والتشراعية حول رد الحكومة على ثمانية اقتراحات برغبة وأربعة اقتراحات بقانون مقدمة من مجلس النواب واقتراح بقانون مقدم من مجلس الشورى ثم أخذ المجلس علما من خلال التقارير الوزرية بما يلي نتائج المشاركة في عمال الاجتماع العاشر للجنة وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نتائج المشاركة في الاجتماع الثامن والعشرين للجنة الوزارية للبريد والاتصالات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نتائج المشاركة في المنتدى اللوجستي العالمي